بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نواصل معا شرح مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول هذا الشرح وحل تدريبات من كتاب الأضواء ونصل في هذا الفيديو إلى حل هذه التطبيقات تطبيقات الأضواء المتحررة تطبيقات متحررة المحتوى على نص الاستماع اللي هو حوار مع الدكتور مجدي يعقوب قمت قبل ذلك بشرح الدرس كاملا وكذلك بحل اللي هي الأنشطة وأنشطة الأضواء وموعدنا مع حل هذه التطبيقات المتحررة نبدأ طبعا مع النشاط الأول استمع إلى الفقرة ثم أجب طبعا في فقرة أقرأها عليك ولكن زي ما احنا متعودين بنقرأ الأسئلة الأول تاخد فكرة على الأسئلة عشان لما أقرأ عليك فكرة الاستماع تعرف تجاوب يعني بكل بساطة اختب الإجابة الصحيحة معنى بدا كلمة بدا معناها إيه؟ طيب جمع كلمة النابغ ضع علامة صحيح وخطأ حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب لمهاراته في كتابة الروايات أحمد زويل أول مصري يحصل على جائزة نوبل ضعوا نوانا مناسبة للفقر تعالوا بنا بعد أن قرأنا الأسئلة أخذنا فكرة عنها نستمع إليها وهذه هي الفقرة أيها الأبطال طبعا أول فقرة معنا من أول موضوع الموضوع الأول نص حوار مع الدكتور مجدي أعقوب من أهم الشخصيات المصرية المعاصرة التي رفعت راية الوطن عاليا في العديد من المحافل الدولية العالم المصري النابغ أحمد زويل دكتور أحمد زويل الذي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء ده تخصص الدكتور والأديب كذلك المصري إذن هذه بعض الشخصيات المصرية بيزة الشخصية الأولى العالم الدكتور أحمد زويل الشخصية الثانية شخصية الأديب المصري نجيب محفوظ أول أديب عربي يحصل على جائزة نوبل والذي استطاع الإلمامة بأدق تفاصيل القاهرة القديمة وقد بدى ذلك أسألك عن هذه الكلمات وقد بدى ذلك في رواياته أرجو أن تكون مثلهما في المستقبل تعالوا بنا نعود إلى الأسئلة السؤال الأول معنا اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين معنى كلمة بدى هو قال وقد بدى ذلك في رواياته بدى بمعنى ظهر أحسنتم جمع كلمة النابغ جمع كلمة النابغ هتبقى كلمة طبعا النوابغ النابغات دي جمع مؤنث سالم ضع علامة صح أو علامة خطأ حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب لمهاراته في كتابة الروايات هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا صحيح قلنا لأنه يعني هو أول أديب عربي يحصل على جائزة نوبل واستطاع الإلمام بأدق تفاصيل القاهرة القديمة طيب بعد ذلك السؤال الثاني دكتور أحمد زويل أول مصري يحصل على جائزة نوبل طبعا هذا خطأ هو خلط ما بين الشائن قال نجيب محفوظ كان أول أديب عربي يحصل على جائزة نوبل طبعا ليس الدكتور أحمد زويل السؤال جيم ضع عنوانا مناسبا للفقرة ممكن مثلا شخصيات شخصيات مصرية شخصيات مصرية نابغة أو شخصيات مصرية مثلا عظيمة وهكذا يمكن أيضا أن تشاركنا في التعليقات بعض العناوين المناسبة للفقرة التي استمعنا إليها منذ قليل حتى يستفيد الجميع من هذه التعليقات ضع علامة صح أو ضع علامة هنا الترقيم والدرس القادم سوف نقوم فيه بإذن الله في القاعد الأمنائية نقوم بشرح علامة الترقيم بالتفصيل يا محبا للعلم يا محبا للعلم قلت قبل ذلك طالما هنا أسلوب نداء وأداء أداء النداء وده المنادة فبعدها مباشرة بنضع فصلة بعد ذلك ثم نكمل بقى هل تحب أن تكون مثل دكتور مجد يعقوب في جده واجتهادك خلي بالك فيه هل هل أداته إيه استفهام إذن ينتهي هذا الأسلوب بعلامة استفهام وننتقل أيها الأصدقاء إلى النشاط الثاني استمع إلى الفكرة ثم أجب أيضا نأخذ فكرة كده معا عن الأسئلة تخيل الإجابة الصحيحة ثم قدم إلى القاهرة يا ترى معنى كلمة قديمة قديمة هل معنى هاي جاء ولا رجع ابتكر خسير هو من أفضل عشرة علماء مضاد كلمة أفضل عكس كلمة أفضل هنا مضاد أفضل إيه يترى أحسن ولا أطول ولا أقبح أم أسوأ أكمل ما يأتي ولد دكتور مصطفى السيد من محافظة إيه نجح الدكتور مصطفى السيد نجاحا كبيرا في علاج ماذا ما الذي حصل عليه الدكتور مصطفى السيد وعن أي شيء حصل عليه تعالوا بنا نستمع إلى الفكرة وهذه هي الفكرة الثانية الدكتور مصطفى السيد عالم فيزياء وكيمياء مصري فيزياء وكيمياء طيب زويل كان متخصفين في الكيمياء وهو من أفضل عشرة علماء كيمياء في العالم أفضل عشر علماء كيمياء في العالم ولد طبعا هذه هي منزلة ومكانة كبيرة جدا ولد في محافظة الغربية تحديدا عام 1933 ميلادية ثم قدماء إلى القاهرة واستطاع أن يحقق إنجازا كبيرا في مجال علاج الأورام بدقائق الذهب كان بيعالج الورم أو الخلايا اللي هي السرطانية يعني ربنا يشفي كل مريض بيعالجها طبعا بدقائق الزهب اللي هي الفتاة بتاع الزهب اللي هي الدقيقة جدا اللي هي الصغيرة طيب فهو يعتبر أول يعتبر أول مصري وعربي يحصل على قلادة العلوم الوطنية الأمريكية عن إنجازاته في استخدام مركبات الذهب الدقيقة في علاج مرض السرطان أو علاج مرض السرطان إذن نعود إلى الأسئلة تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ثم قدم إلى القاهرة يعني أظنك إنك توقعت معنى كلمة قدمة قدمة معنى جاء أحسنتم وهو من أفضل عشرة علماء مضاد كلمة أفضل عكس أفضل هتبقى إيه طبعا هتبقى أسوأ خلي بالك إبقى إذن عكس أفضل هتكون كلمة إيه أسوأ بعد ذلك أكمل ما يأتي ولداء الدكتور مصطفى السيد ولد الدكتور مصطفى السيد بمحافظة ماذا محافظة الغربية كما استمعنا طبعا هنا كلمة أقبح هتبقى عكس كلمة أجمل يعني الجمال عكسه إيه القبح إنما فلان ده أفضل يعني عكسه إيه أسوأ خلاص طيب بعد ذلك نجح الدكتور مصطفى السيد نجاحا كبيرا في علاج في علاج الأورام في علاج الأورام طبعا بدقائق بدقائق إيه الذهب كما قلنا استخدم مركبات الذهب الدقيقة في علاج مرض السرطاني في علاج الأورام يقصد مرض السرطان ما الذي حصل عليه الدكتور مصطفى السيد وعن أي شيء حصل عليه قلنا أنه حصل على قلادة العلوم الوطنية قلدة العلوم الوطنية الأمريكية طيب وعن أي شيء حصل عليه حصل عليه عن إنجازاته عن إنجازاته في استخدام مركبات الذهب الدقيقة نكمل بقى هذا الجزء في علاج مرض السرطان السؤال دال اختر الكلمة الصحيحة اختر الكلمة الصحيحة املائيا تعالوا بنا لنرى تخصص الطبيب الدكتور مجد يعقوب في عملية جراحة القلب طبعا كلمة الطبيب يعني أكيد طبعا هتشوف الكلمة لنها غريبة إن لأنها بالتاء لا هي كلمة الطاء الطبيب بالطاء المفخمة وليس بالتاء يعني هنا يفرق لك بين الحروف المتشابهة في الصوت ننتقل أيها الأبطال إلى النشاط الثالث استمع الفكرة ثم أجب كما تعودنا نقرأ الأسئلة تخير الإجابة الصحيحة ثم انتقل إلى القاهرة اللي هو بضع الشخصية اللي بيكلم عليها انتقل إلى القاهرة لإتمام دراسته معنى كلمة إتمام إيه تنظيم إكمال تجهيز تحديد حصل المهندس هاني عازر على جائزة محطة العام بسبب حبه للدراسة ولا ذهابه إلى ألمانيا الاهتمام بالمشروعات القومية بناء محطة تأسيك حديد برلين أكمل ما يأتي أولد مهندس هاني عازر في عام كان مهندس هاني عازر لأكبر محطة قطارات في أوروبا ما لإنجاز الأكبر المهندس هاني عازر هات مثالا من عندك لشخصية مصرية قدمت أعمالا عظيمة تعالوا بنا نستمع إلى الفكرة الثالثة معنا هاني عازر مهندس مصري متميز ولدى عام 1948 ميلادية بطنطا وتعلم في مدارسها في مدارس طنطا ثم انتقل إلى القاهرة لإتمام دراسته نلاحظ طبعا أن يعني العلماء كانوا ينتقل من المحافظة اللي هم ويلدوا فيها إلى القاهرة يعني القاهرة كانت هي المصدر العلم ثم انتقل إلى القاهرة لإتمام دراسته ثم التحق بجامعة القاهرة وتخرج في كلية الهندسة في جامعة القاهرة ثم سافر إلى ألمانيا لإكمال دراسته وهناك أصبح كبير المهندسين طبعا يعني هذه أيضا منزلة ومكانة كبيرة له أصبح كبير المهندسين لأكبر محطة خطارات في أوروبا ويعد الإنجاز الأكبر له يعتبر يعني الإنجاز الأكبر له هو ماذا؟ بناء محطة سكك حديد برلين هو اللي بناه هو اللي خطط لها وأنشأها في عام 2006 تحديدا من أدي حيث كان السبب في حصوله اللي هو الإنجاز ده كان سببا في حصوله على جائزة محطة العام وقد تم اختياره للإشراف على عدد من المشروعات القومية في مصر طبعا شخصية من الشخصية العظيمة اللي بنقتخر بها في هذا المجال ونعود إلى الأسئلة تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ثم انتقل إلى القاهرة لإتمام دراسته لإتمام دراسته أي إكمال دراسته هناك طيب السؤال الثاني حصل المهندس هاني عزر على جائزة محطة العام بسبب ماذا؟ بسبب كما استمعنا بناء محطة سكك حديد برلين هناك في ألمانيا أكمل ما يأتي ولد هاني عزر في عام 1948 1948 طبعا ميلادية تحديدا كان في طنطا كان مهندس هاني عزر في هنا طبعا نقاط وبعد إلا أكبر محطة قطارات في أوروبا كان طبعا كبيرا المهندسين كان كبيرا المهندسين لأكبر محطة ما الإنجاز الأكبر للمهندس هاني عزر؟ طبعا أكبر إنجاز كما قلنا هو بناء محطة سكك حديد برلين وكان هذا الكلام تحديدا في عام 2006 ميلادية هاتي مثالا من عندك لشخصية مصرية قدمت أعمالا عظيمة يمكنك أن تستعين ببعض هذه الشخصيات التي ذكرناها في مقدمة الشرح فيديو الشرح ذكرنا بعض هذه الشخصيات العظيمة يمكنك أن تستعين بها بهذه المعلومات أو تضيف أشياء من عندك وشاركنا بها في التعليقات أيضا وممكن مثلا تستعين هنا بشخصية دكتور أحمد زويل الذي اخترع جهاز ألف متو ثانية وحصل بسبب على جائزة نوبل هو طبعا عالم كيمياء وقلنا أن دكتور مصطفى السيد عالم طبعا فيزياء وكيمياء وهو متخصص في مجال النانو تكنولوجي واستخدم مركبات الذهب الدقيق وفي علاج مرض السرطن وكذلك الدكتور أو المهندسة ليلى عبد المنعم تلقب بأم المخترعين حيث اخترعت يعني اخترعات كثيرة منها جهاز لقياس جهاز القلب رياضيا كذلك خيمة تعمل بالطاقة الشمسية والحديد المنصهر الذي يقاوم الزلازل إلى آخره ونصل إلى السؤال الأخير معنا سؤالها اختر الكلمة الصحيحة إملائيا من الناحية الإملائية التحق أخي بجامعة القاهرة طبعا القاهرة بالقاف وليس بالكاف بإذن فرق بين الطاء والتاء هذه مفخمة طاء والتاء مرققة كذلك القا قاف والكا كاف بإذن في حروف لا مفخمة وحروف أخرى مرققة يجب يعني أن تفرق بينها وبهذا نصل إلى ختم هذا الحل أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه اكتبوا لنا في التعليقات وشاركونا بعض الإجابات التي ذكرناها حتى يستفيد منها الجميع وكذلك شاركوا هذه الفيديوهات دائما من قناتكم روايا المعرفة التعليمية حتى يستفيد منها يعني الآخرون لا تجعل هذا الخير وهذا النفع يتوقف عندك لا تستمع فقط وتغادر لا تبخل علينا بالإعجاب ومشاركة الفيديوهات ليستفيد منها الجميع وكذلك التعليق عليها إذا استفدت منها أي شيء علق واكتب لنا يعني الكلمات الإيجابية نسعد كذلك باشتراككم في القناة شكرا لكم إلى اللقاء انتظروا الفيديو القادم بإذن الله عن القواعد الإملائية نشرح فيها علامات الترقيم نقوم بالشرح وحل التدريبات في الفيديو القادم إلى اللقاء دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم